أهلا بكم أبنائنا الطلاب استمع وقرأ القصة أقول أنا شايف ولد وبنت أنا شايف سيدة كبيرة في السن الآن استمع للقصة القصة بعنوان هانسل وغريتل هانسل ده اسم الولد هذا هو هانسل هذا هو الولد هذا هو غريتل وهذه هي البنت اسمع غريتل انظر إلى الصور واستمع إلى القصة قصة القصة هانسل وغريتل هانسل وغريتل هانسل وغريتل وغريتل انظروا وغريتل انظروا وغريتل هذا هو حياتي بوشرة أعنة بوشرة لا يستمع لها لأنها لا يوجد أصدقاء حسنا نقرأ تاني مع بعض هانسل وغريتل هانسل وغريتل يبدو ان هانسل وغريتل يبدو عليهم الحزن هم جوعانين وعطشانين سورة الثانية هذا منزل العم بوشرة سورة الثالثة سورة الثالثة انتي بوشرة العم بوشرة ليست سعيدة لأنها لا يوجد أصدقاء لأنها ليست لديها أصدقاء سورة الرابعة هي صنعة الطعام لأنسل وغريتل هناك أبل بايز في فطائر الطفاح بيسكيتس البسكويت شوكولات وحلوة سورة الثالثة هانسل وغريتل أكلوا كثيرا يعني هم الآن شبعانين هم شكروا الحم بوشرة الآن هم أصدقاء سؤال أخير هل تحبين أبل بايز؟ أبل بايز يعني فطائر الطفاح تشوكولات 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 أبل بايز بيسكيتس تشوكولات وطاق ما أرى الطعام الأخرى لتحبها؟ بالنسبة لي أحب بايزا كنا نكون خلصنا الوحدة يا أبطال بالتوفيق إن شاء الله ونحل الواجب الصفحة في كتاب النشاط في صفحة رقم 47 صفحة 47 بالتوفيق إن شاء الله اشتركوا في القناة